شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى كان حديثنا يدور حول علم الأولياء بالغيب وتحدثنا فيما مضى حول مفهوم علم الغيب أولا وعلم الأولياء بالغيب في القرآن الكريم ثانيا وعلم الأولياء بالغيب في أحاديث الآخرين ثالثا أما البحث الرابع فيتناول الإجابة عن سؤال محير وهذا السؤال كيف نوفق بين الأدلة التي مضت من الآيات والروايات التي تثبت علم الأولياء بالغيب والآيات والآيات المباركات التي تحصر علم الغيب في الله سبحانه وتعالى مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة الأنعام الآية رقم تسعة وخمسين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الله سبحانه وتعالى في سورة النامل آية خمسة وستين يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف آية مية وثمانية وثمانين يقول عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ فَكَيْفَ نُوَفِّقْ بَيْنَ الْآيَاتِ وَالْآيَاتِ وَالْآيَاتِ كُمُلْ مَجْمُوَعَةً مِنَ الْمَوَارِدِ تَوَارَدَ هُنَا لِكَ جَوَابٌ مَطْرُوْح هذا الجواب يمكن أن يمثل مفتاحاً لحل هذه المشكلات جميعاً لحل هذه المشكلات جميعاً وَحَيْثِيَةً تَبَعِيَّةً وَحَيْثِيَةً تَبَعِيَّةً وَالْإِثْبَاتِ وَالْإِثْبَاتِ يَنْصَبْ عَلَى الْحَيْثِيَةِ التَّبَعِيَّةً وَبِذَلِكَ تَرْتَفِعْ الْمُنَافَاتِ الْمُتَوَهَّمَةً وَالْتَنَاقُضُ وَالْمَزْعُونَ هذه الفكرة تحتاج إلى نوع من التوضيح وتوضيحها على ناحو الإجمال والاختصار أن الإنسان كما لا يتصف بصفة الاستقلال في ذاته لا يتصف بصفة الاستقلال في صفاته نأتي أولاً إلى ذاتنا من أين جاءت هذه الذات؟ هَلْ ذَاتُنَا وَاجِبَةُ الْوُجُودِ؟ طَبْعًا لَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتُنَا وَاجِبَةَ الْوُجُودِ؟ فَإِذَنْ تَكُونُ مُمْكِنَةَ الْوُجُودِ؟ الْوُجُودِ لَا يَنْبُعْ مِنْ ذَاتِهَا فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَالِكَ مَصْدَرُ تَسْتَمِدُّ مِنْهُ الْوُجُودِ وَذَلِكَ الْمَصْدَرُ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هذه القضية كما تصدق على الذات تصدق على كل صفة من صفاتنا العلم الذي نملكه هَلْ هُوَ عِلْمٌ وَاجِبٌ؟ طبعاً لا إذا لم يكن هذا العلم علماً واجباً وإنما كان علماً ممكناً العلم الممكن يجب أن ينتهي إلى العلم الواجب القدرة التي نملكها هل هذه القدرة تنبع من ذاتها؟ تستمد وجودها من ذاتها؟ نحن في يوم من الأيام كنا فاقدين للقدرة وكنا فاقدين للعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً بعض العلماء يعتقدون أن الطفل عندما يولد حتى لا يعرف البديهيات الأولية يعني اجتماع النقيضين محال أو لا الطفل لا يعرف ذلك أي شيء ما يعرف كما يرتقيه بعض العلماء ولعله يؤيده ظاهر هذه الآية الكريمة لا تعلمون شيئاً نكر في سياق النفي تفيد العمور إذن هذا العلم لم نكن نملكه بذاتنا هذه القدرة لم نكن نملكها بذاتنا من أضعف الكائنات الإنسان عندما يولد لا يستطيع جلب نفع ولا دفع ضر جداً ضعيف الله خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيء فإذن هذه القدرة الإمكانية لا بد أن تنتهي إلى القدرة الواجبة فنحن إذن نستمد ذاتنا من الغير وهو الله سبحانه وتعالى ونستمد صفاتنا من الغير وهو الله سبحانه وتعالى فلا يوجد عندنا لا استقلال في الذات ولا استقلال في الصفات هذا هو محور الكلام إذا أثبتت لنا صفة فهذا الإثبات منصب على الحيثية التبعية تملك ولكن بالتملك وإذا إن صب النافي على صفة من صفاتنا فهذا الناهي منصب على حيثية الاستقلال لا تملك شيئاً بذاتك ولكنك تملكه بالتمليك ولذلك لا يظل هناك أي تناقض بين النافي وبين الإثبات لتوضيح الصورة أكثر نستعرض جملة من الموارد في القرآن الكريم حتى تلاحظ أن القرآن الكريم في وقت واحد ينفي ويثبت كيف نحل هذه المعضلة الحقيقة الواحدة كيف يمكن أن تثبت وتنفى في وقت واحد إحدى مفاتيح حل هذه المعضلة الفرق بين الاستقلال والتبعية أذكر لكم على نحو الإختصار بعض هذه الموارد المثال الأول لمن الشفاعة القرآن الكريم ينص على أن الشفاعة منحصرة في الله سبحانه وتعالى وحده الله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده الله سبحانه وتعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة كلها بيد الله سورة الزمر آية 44 في آية أخرى الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام آية 70 يقول ليس لها من دون الله ولي ولا شفاعة بمقتضى هاتين الآيتين لا يملك أي شخص الشفاعة هذا النفي في الوقت ذاته تجدون أن القرآن الكريم يثبت الشفاعة للآخرين الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة آية 255 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأكو هناك شافع غير الله سبحانه ويقول في سورة الأنبياء آية 28 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هل هناك تناقص؟ هل هناك تناقص؟ كلا المنفي الشفاعة الذاتية والمثبت الشفاعة الإفاضية ولا منافاة بينهما إطلاق المثال الثاني من هو الشافي عندما نتمرض من يشفينا؟ القرآن الكريم في سورة الشعراء آية 80 يقول وإذا مرضت فهو يشفين لاحظوا سياق الآيات كأن السياق الآيات المباركات يفيد الحص فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سياق الآيات كأنه سياق حصر إذن لا شافية في الوجود إلا الله ولكن في الوقت ذاته تجدون في القرآن الكريم آية تثبت الشفاء لغير الله الله سبحانه وتعالى يقول عن العسل فيه الشفاء للناس سورة النحل آية 69 هل هناك تناقف؟ كلا لا يوجد تناقف الشفاء يمكن أن يكون للعسل ولكن بإذن الله بتخويل الله بإعطاء الله العسل ما يختلف عن أي مادة أخرى في هذا الكون هذه الأقراص التي نبتلعها لا تختلف عن أي مادة أخرى في هذا الكون هي لا تملك شيئاً الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها هذه الخاصية إذن لا يوجد هناك تناقف المثال الثالث من الهادي؟ من الذي يهدي؟ القرآن الكريم في سورة القصص آية 56 يحصر الهداية في الله سبحانه وتعالى الله تعالى يخاطب نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله هو الهادي وفي دعاء الجوشاً الكبير في ليالي القادر من شهر رمضان المؤمنون يقرؤون يا هادي من أسماء الله الحسنى إذن الهادي هو الله ولكن الله يهدي من يشاء النبي ليس هادياً ولكن في الوقت ذاته القرآن الكريم يثبت الهداية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنك لا تهدي في هذه الآية في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى آية 52 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإن نبي هادي أو مهادي هادي بإذن الله وليس هادياً بذاته لأن كل ما يملكه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فإنما هو بعطاء الله وبإعطاء الله سبحانه وتعالى وفي آية أخرى إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام يقول لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوية أهدك فإبراهيم هادي أو ليس بهادي في سورة مريم آية 43 من هو الخالق؟ هذا هو المثال الرابع من هو الخالق؟ طبعاً كلنا نعتقد بأن الخالق هو الله الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر آية 3 يقول هل من خالق غير الله؟ طبعاً ما أقول أي مسلم ما يعتقد بأن هناك خالقاً غير الله سبحانه سؤال استنكار كما يبدو هل من خالق غير الله؟ ولكن في الوقت ذاته القرآن الكريم يثبت وجود خالق غير الله؟ تناقض هذا؟ في سورة آل عمران المسيح يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله أني أخلق لكم؟ في سورة آل عمران آية 49 فعيسى خالق أو مخالق؟ الجواب خالق ومخالق في نفس الوقت ولا يوجد أي تناقض خالق بذاته؟ أبداً كيف يتمكن البشر الضعيف أن يخلق؟ ولكن خالق بإقدار الله سبحانه وتعالى المثال الخامس من هو المدبر؟ الله واضح القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في سورة يونس آية 31 وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَالْمُدَبِّرُ في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يثبت مدبر غير الله سبحانه ويقول في سورة النازعات آية 5 فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا من هي هذه المدبرات؟ الملائكة إذن الملائكة هي المدبرة أو الله هو المدبر هذه قضية محورية لأن الفئات الضالة المنحرفة التي لا تفهم القرآن تجيب آية تقول ينفي القرآن ينفي لا يمكن أن تقرأ القرآن بهذا المنطق هذا مثل واحد يقول الصلاة مواجبة لأن الله يقول لا تقرأ بالصلاة الله قال اقرأ الآية كلها هذا مثل واحد يقول الله يقول ماكو إله لا إله اقرأ إلا الله فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا إذن الملائكة مدبرة أو ليست بمدبرة الجواب مدبرة وليست بمدبرة في وقت واحد المثال السادس الذي يستوحشه من هذه الأمثلة الوهابيون وأمثالهم من هو الرازق؟ أكو رازق غير الله؟ أبداً أكو مسلم يعتقد بوجود رازق غير الله سبحانه؟ كفر هذا القرآن الكريم يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الذاريات آية 58 في نفس الوقت القرآن الكريم يثبت أن هناك رازقاً غير الله سبحانه القرآن يقول في سورة الجمعة آية 11 والله خير خير الرازقين فإذن أكو رازق غير الله فأكو لماكو الجواب هم أكو هم ماكو المثال السابع ونكتفي الأمثلة لعلها أكثر من هذا لكن ما عثر عليه في هذه العجالة هذه الأمثلة من الذي يزرع الله أو الفلاح؟ القرآن الكريم يقول في سورة الواقع آية 63 64 أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب منه؟ الله هو الذي يزرع في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتح آية 29 يقول فاستوى على سوقه يعجب الزراع فمنه صار الزارع؟ أكو زارع غير الله أو ماكو هم أكو هم ماكو القرآن يحتاج إلى فهم مثل القانون هذا مو غريب حتى علم القانون القانون منه اللي يفهمه؟ المحامي يفهمه أنتوا الآن أخذوا كتب القانون ادخون بيه اضيعون بيه الذين يقولون القرآن واضح لم يقرأوا القرآن القرآن واضح بالتوضيح القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه النبي مبين أهل البيت مبينون أما قل حسبنا كتاب الله امشي فإذن وين صارت هذه الآية؟ لتبين للناس القانون يحتاج إلى خبير الخبير هو المحامي أنتوا الآن إذا عدكم قضية قضائية تحاول أن تدافع عن حقك القطعي ما تتمكن ما تعرف القانون من اللي يعرف؟ المحامي المحامي هو الذي يعرف مسارب القانون واللغة القانون ومنطق القانون ولذلك يتمكن يدافع عن حقك القرآن يحتاج إلى فهم أما شاب ما عنده خلفية ما عنده أرضية يجي هذه الآية تدل على هذا المطلب كيف تجمع بين الآيات؟ كيف تلاحظ الآيات؟ مثل واحد يقول أنا بمطالعة القانون أفهم القانون ما يمكن واحد يقول أنا بمطالعة الطب أفهم الطب عادة ما يمكن هذا الطبيب اللي على المطالعة صار طبيب هذا بالنتيجة يقتل الناس عادة يوديهم إلى المقابر ويملأ بهم المقابر أكثر من هذا حتى في لغتنا اليومية نحن نستخدم النافي والإثبات في قضية واحدة نحن في لغتنا اليومية في لغة المحاورة ولا يوجد أي تنقل الأب يقول للأبن تاجر عنده ابن أعطاه المال وأعطاه الثروة هذا ابن التاجر متمرد يبذر الأموار فرضا يتمرد على أبيه في غير حق الأب يقول لي أنت ما عندك شي كل ما عندك هو من عندي الأستاذ يقول لتلميذة أنت خب ما عندك علم كل ما عندك أخذت مني هذا تناقف يقول ما عندك ويقول كل ما عندك هذا تناقف متناقف أنت ما عندك يعني ما عندك من ذاتك كل ما عندك فهو مني يعني ما أخذ من الغير يعني هؤلاء الذين ينفون يعرفون اعتمادا على الآيات الناهية لا يعرفون حتى منطق المحاورات السوقية العادية اليومية وبهذا تنحل المعضلة ما كم عضلة آيات تثبت آيات تنفي الآية التي تثبت تثبت علم الغيب الإفاضي المأخوذ من الله سبحانه والآية التي تنفي تنفي علم الغيب الذاتي المبحث الخامس إذا كان الأولياء يعلمون الغيب فكيف ألقوا بأنفسهم إلى التهلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلم قاتله ابن ملجا ويعلم زمان قتله إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله ويعلم مكان قتله عندما يريد أن يخرج إلى المسجد في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان الإواز تصيح في وجهه فيقول الإمام صوائح تتبعها نوائح أم كلثوم تقول له يا أبه لا تخرج هذه الليلة إلى المسجد أحست بالخطر كما يبدو الباب يتعلق بمئزر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بثوبه أو بثوبه فيقرأ فيقرأ الإمام صلوات الله عليه أشدد حيازيمك والباب وفي نفس الوقت تذهب لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب الإمام الإمام الحسين صلوات الله عليه يعلم بمصرعه ويخبر بمصرعه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات ويحدد المكان بين النواويس وكربلا هذا مو إلقاء للنفس في التهلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك هذا بحث عميق يحتاج إلى ألف صفحة من البحث الإجابة على هذا السؤال ولكننا في هذه العجالة نكتفي بكلمتين الكلمة الأولى للعلامة الحل رحمة الله عليه ينقلها العلامة المجلسي في مرآة العقول المجلد الثالث صفحة مية ستة وعشرين يقول جاز أن يكون يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذل مهجته الشريف صلوات الله عليه في ذات الله تعالى كما يجب فيقدم يقول له أحجم فيحجم يقول له قم فيقوم ويقول ويقول له أقعد فيقعد إمامان قام أو قعد تسليم مطلق إذا النبي الأعظام صلى الله عليه وآله قال لجعفر ابن أبي طالب اذهب إلى مؤته وجاهد الأعداء حتى تقتل شنو وظيفة جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه موجعفر ابن أبي طالب إذا النبي قللنا اذهب إلى هذه المهمة واعلم أنك تقتل فيها شنو وظيفتك شنو وظيفتنا قطعا يجب علينا الامتفار إذا الله سبحانه وتعالى أمرهم الإمام أمير المؤمنين كان مأمورا بأن يذهب إلى المسجد وأن يقتل من قبل الله أكو هناك باب في الكافي الشريف في هذا المجلد من مرآة العقول صفحة 188 باب أن الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل كل إمام هناك وثيق من قبل الله يجب أن يتحرك طبقها مختوم بخاتم يفتحها ويقرأ ما فيها ويعمل طبقها هذا هو الجواب الأول الذي ذكره العلامة الحلي رحمه الله الجواب الجواب الثاني هو الجواب الذي ذكره العلامة المجلسي شوية هذا الجواب يحتاج إلى دقة يقول فالمعنى يذكر رواية أنه لماذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه خرج فقال الإمام في الجواب ذلك كان ولكنه العبارة تقرأ بأنحاء مختلفة إحدى القراءات ولكنه حيّن في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل هذا حديث مروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه العلامة المجلسي يفسر كلمة حيّن يقول فالمعنى في صفحة 142 فالمعنى أنه كان بلغ الأجل المحتوم المقدر وكان لا يمكن الفرار منه ولعله أظهر الوجوح وحاصله أن من لا يعلم أسباب التقديرات الواقعية يمكنه الفرار عن المحذورات ويكلّف به وأما من كان عالما بجميع الحوادث فكيف يكلّف الفرار وإلا يلزم عدم وقوع شيء من التقديرات فيه إلى آخر جوابه إحنا أكو ستار بيننا وبين أجلنا متى نموت ما نترى كيف نموت لا نعلم بأي أرض بأي أرض نموت لا نعلم في أية بقعة ندفن لا نعلم مجهور مطلق الآن أنتوا أفرضوا واحد كشفت له الحجب أنتوا الآن أفرضوا الله كشف لكم الحجاب جيد لازم الإنسان يموت في يوم من الأيام بسبب من الأسباب في وقت من الأوقات في مكان من الأماكن بكيفية من الكيفيات نعم قرأتوا باللوح المحفوظ إنك ميت وإنهم ميتون قرأتوا في اللوح المحفوظ أن فلانا يموت في اليوم الفلاني بالجلطة القلبية الجلطة القلبية كيف تتكون أفرضوا من تخثر الدم تقطع من الدم تتخثر وتفجر العروق ويموت الإنسان عندما يعلم يروح يأكل مرققات الدم الأشياء اللي يترقق الدم بالطب القديم موجودة وبالطب الجديد أيضا شنو يصير ما يصاب بالجلطة القلبية فهذا شلون يموت هذا القرار يطلع على الشارع وسيارة تدعمه فيموت ما يطلع ذاك اليوم على الشارع ما يموت القرار يروح إلى الجبل ويتزحلق من فوق الجبل ويموت ما يروح ذاك اليوم للجبل القرار في اللوحة المحفوظ عزرائيل يجي يوم السبت في هاي الغرفة ويقبض روحه يروح في تلك الغرفة فعزرائيل ماذا يفعل عزرائيل مكتوب ليقبض روحه في هاي الغرفة هذا يروح في تلك الغرفة إذن هذا لازم ما يموت إلى النهاية هذا خلاف تقدير الله الله تعالى فرض الموت على كل أحد إنك ميت وإنهم ميتون أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ يقول ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلم أو إلى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود ما يصي لازم واحد يموت جيد إذا أنتوا بهذه الرؤية رأيتم اللوحة المحفوظ شنو وظيفتكم الفرار من الموت أو الاستسلام للموت ياهو منه لازم تقعدون في مكانكم في المكان المحدد وتنتظرون عزرائيل يجي ويقبض الروح المباركة إلى الرفيق الأعلى ولكنه يعني أمير المؤمنين حيا في تلك الليلة هذا وقت حينه هذا وقت موته الحتمي لا فرار من الموت من التقدير الحتمي ماكو فرار إحنا ليش لازم نفر لأن أكو أمام أعيننا غطاء لكن اللي يرى الواقع بعد ما يتمكن يفر مو مكلف بالفرار بل مكلف بعدم الفرار ولكنه حين في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل وإلا شلون يموت هذا الإنسان ما يمكن في كتاب بصائر الدرجات صفحة 34 ابن ملجم إجا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأراد أن يبايعه في أول خلافته الظاهرية خلافة الواقعية من الأول ثابت فقال الإمام من أراد أن ينظر إلى قاتلي فلينظر إلى هذا هذا هو القاتل الذي يقتل هذا مسجل في اللوح المحفوظ فقيل ألا تقتله قتله قال وعجبا تريدون أن أقتل قاتلي شلون واحد يقتل قاتله ما يعقل مو ممكن في رواية أخرى في إحقاق الحق المجلد الثامن صفحة 126 قالوا يا أمير المؤمنين أفلا تقتله قال فمن يقتلني إذا إذن من يقتله والبحث في هذا الوادي بحث عميق يحتاج إلى ألف صفحة من البحث والتحقيق ولكن هذه كانت مجرد إشارة إجمالية المبحث الأخير الآثار التربوية للاعتقاد بعلم الأولياء بالغيب في حياتنا العملية إحنا قلنا أن القضية الاعتقادية لها موضوعية في حد ذاتها مع قطع النظر عن افتراض وجود آثار عملية في حياتنا اليوم ولكن مضافا لذلك هل هناك آثار في حياتنا إذا اعتقدنا بعلم الأولياء بالغيب الجواب لاحظوا الآية الكريمة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت ما هو دور الملائكة الله هو الشهيد وكنت أنت الشهيد عليه دور الملائكة ما هو هذه رقابة أخرى هناك رقابة إلهية وإلى جنبها رقابة من الملائك ملك عن اليمين وملك عن الشمال يراقبانك يسجلان كل شيء الآية تقول ما يلفظ من قول القضية مو فقط لفظ القضية عمل ولفظ وحتى فكرة تنقدح في ذهنك وتومض في ذهنك فورا يسجلوها على التفصيل المذكور في محل هذا كابح عندما تعلم أكو هناك مراقبون أكو ملائك أعمالنا تعرض على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي يقرأها النبي بمثابة الأب عندما يقولون للأب أن ابنك فعل كذا ضرب فلان جرح فلان الأب يتأذ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أبو هذه الأمة أنا وعلي أبو هذه الأمة في الحديث الشريف الصحيح في الكافي لا تسوء رسول الله قالوا وكيف نسوء رسول الله فقال الإمام ما مضمونه أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الإمام الحي الحاضر الناظر عندما نعرفه رقيبا على كل أعمالنا بإذن الله سبحانه وشاهدا وشهيدا هذا يختلف عن شخص لا يعتقد بوجود مثل هذه الرقابة هذه القضية مضافا إلى موضوعيتها في حد ذاتها لها آثار تربوية يقول الراوي هذه الرواية في البحار جزء سبعة وأربعين صفحة واحد وسبعين يقول كنت نازلا بالمدينة في دار وكان فيها وصيفة كانت تعجبني هذا هذا الإبتلاء الذي تبتلى به البيوت التي فيها خدم وبالذات إذا الخادمة مو ملتزمة بموازين الحجاب كاملا يبتلى بها الأفراد الذين يعيشون في المجالات المفتوحة مثل شبابنا الأعزاء اللي يعيشون في الجامعات ويتعرضون إلى امتحان صعب جامعة مختلطة شاب ماما زوج يعيش الإثار ويعيش الإغراء هو يحتاج إلى تصميم وإرادة يقول فانصرفت ليلا ممسيا فاستفتحت الباب ليه ما كواحد يشوف كما يتصور طرق الباب هذا الرجل بيت مضيفة ففتحت لي هذه الوصيفة الباب لحظات الامتحان الإلهي في هذه اللحظات حيجان يحدث ثورة تحدث إذا واحد لحظة تملك نفسه ينتهي كل شيء لحظة تفصل بين السقوط وبين الارتفاع يقول فمددت يدي مقطعك نتجاوزه فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي يا فلان تب إلى الله مما صنعت البارحة توردت في معصية الله تب إلى الله وفي رواية أخرى في الوسائل جزء عشرين صفحة مية وستة وتسعين عن شخص آخر أما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلا بالورع المؤمن يجب أن يكون ورعا يجب أن يحفظ نفسه في هذه اللحظات أصلا الله ليش جايبنا إلى هذه الحياة لهذه اللحظات وإلا الإنسان في مسيرته العادية كل يوم يأتي إلى البيت ويأكل وينام ويذهب إلى السوق ويبيع ويشتري هذا ما شكل امتحان الامتحان هذه اللحظة الله تعالى جابنا لهذه اللحظات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إحنا كل حياتنا لهذه اللحظات واحد يسقط في هذه اللحظات هذا هو المهم الله شهيد وشاهد النبي الأعظم شهيد وشاهد المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد شاهدان لعله نالك مجموعة من الملائكة لعله كلهم يشهدون أنتوا أصعدوا فوق الطيارة على قرية صغيرة شوفون أهل هذه القرية دا يتنازعون على أربعة أشبار من الأرض هذا يقول ملكي ذاك يقول لا ملكي ويتنازعون ويقتل أحدهم والآخر وتصير معركة فرضوا نفسكم بالطائرة قاعدين انظروا إلى هاي القرية الصغيرة إشلون تشمأ الزون من هذه القرية ومن أهل هذه القرية إحنا نفس الشيء الملائكة لعله فوق دا يشوفون فقرية صغيرة اسمها الكرة الأرضية ومشحون بالفساد والإفساد والغيبة والتهمة والنميمة والظلم شوفوا الملائكة الملائكة يشهدون النبي الأعظم يشهد أئمة أهل البيت يشهدون الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه يشهد وإحنا نشهد على أنفسنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إحنا عندما نروح للآخرة لعله غير المؤمنين المتدينين أصلا يقول يا ليتني كنت ترابا يا ليتني لم أجاد يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضي يسوي واحد على اللحظات يتمرد على خالقه وجبار السماوات والآل لحظة ابتلع هذه اللحظة قاوم ذاتك يقوم لصلاة الصبح المنبه يدق لحظة قوم بمجرد ما تقوم تنتهي القيام هاي لحظة الصراع بين النفس والشيطان يسد المنبه وينام ويقوم بعد طلوع الشمس بساعتين الله جابك لهذا الامتحام قف واحد يقوم يصب الماء على وجه ينتهي كل شيء خمس دقائق في لحظة غضب تحمل الغضب صارت هناك مشادة في البيت تحمل لحظة الله تعالى خلقك لهذه اللحظة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي شكراً للمشاهدة